عثمان خان منفذ هجوم جسر لندن والذي قتلته الشرطة البريطانية كان ضمن خلية من الإرهابيين الذين تم سجنهم في عام 2010 وأطلق سراح بعضهم عام 2012 ووفقا لصحيفة ديلي ميل فإن أحكاما بالسجن إلى أجل غير مسمى كانت صدرت بحق ثلاثة من أعضاء الخلية الإرهابية وهم خان ومحمد شاهجان ونظام حسين لكن قبول استئناف تقدم به الثلاثي في عام 2013 دفع بإصدار أحكام بسجنهم لمدد محددة من بينهم منفذ هجوم جسر لندن الذي أطلق سراحه بانقضاء نصف مدة الحكم الصادر بحقه تكشف ديلي ميل أنه خلال محاكمتهم في عام 2012 اطلعت المحكمة على أدلة وبراهين توضح تخطيطهم لهجمات تستهدف برصة لندن والسفارة الأمريكية في لندن وقتل عدد من الشخصيات الهامة بينهم بوريس جونسون الذي كان يشغل آنذاك منصب عمدة لندن المحكمة استمعت أيضا إلى تسجيلات صوتية تضمنت مناقشات بين بعض أعضاء الخلية الإرهابية حول تنفيذ هجمات في أماكن متفرقة فيما أكد المدعي العام أمام هيئة المحكمة أن المتهمين أقروا واعترفوا بمسؤوليتهم عن أعمال إرهابية بالغة الخطورة وهو ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بسجن أعضاء الخلية التسعة لأجل غير مسمى وفي أعقاب هجوم جسر لندن الإرهابي بدأت وزارة العدل بمراجعة شروط الإفراج عما أدينوا بالإرهاب وأطلق سراحهم وتصل أعدادهم إلى حوالي سبعين شخصا وفقا لديلي ميل رئيس الوزراء بوريس جونسون كان قد اعتبر أن إلغاء الإفراج المبكر ربما كان سيمنع عثمان خان من تنفيذ جريمته مشيرا إلى أن بريطانيا لا يمكن أن تستمر في نهج الماضي الفاشل وفقا لوصفه ترجمة نانسي قنقر